السلام عليكم دلوقتي يا سيادة السيسي أنا سواق التوكتوك باشتغل من 11 الصبح لحد الساعة 3 بالليل عشان أجيب لقمة عيالي النهاردة جايبة كيلو سنة ب120 جنيه كيلو سنة ب120 جنيه 120 جنيه المغربي بلاسي 120 جنيه المغربي هي 40 درم 40 درم مغربي نشتغل ايه في عز المطر وبنشتغل وبنشتغل حلال لابنعمل مخطرات ومعايا عيلين بطمع ألف ونص إيجار بطاطس ب12 جنيه جزر ب12 جنيه خيار ب16 جنيه رز ب32 جنيه و35 جنيه ست سايب أنا معايا أربع أفراد عارف يعني أربع أفراد أنا تشلت من التومين ليه أنا سنت أرزوية بس هو تخصب بقالي أكتر من 14 فرقا معايا عيلين واحد في رابع أبتدائي وواحد في تانية أبتدائي ومتطلق بقالي أكتر من 10 سنين قل لي أعمل إيه إحنا كده خلصت عبنا وجبنا الآخر عارف يعني إيه جبنا الآخر يا سيد السيسي أنا معايا الراجل اللي هو كان مسك البلد دي كان بيسرقنا إزاي كان بيسرقنا إزاي أنا ما انتخبتكش لا في المرة والأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة عارف يعني إيه أنا ما انتخبتكش ترى يا سيد السيسي ترى بأن تسبقوا حقائيا 1620 جنيه 120 جنيه لدي الله وجد Rust لوحة الروا سے 120 ماض several لديك 30 يوم يجب إلى 3,600 جنيه في الشهر يعني 1200 درم ديان نحن. تصوروا ان هو الحد لأدنى للأوزور في مصر. مش حال. هو 3500 جينيه. يعني هي 1100 درم وقيلة مغربية. هو حد لأدنى للأوزور. يعني لو كانت تغير تقول لأكل سمدة ومع شو سماتها. فين هو ما اللعبات الخرين فين هو مثلا الكراك فين هو فين هو الزيت فين هو الطحين. يعني رأى رأى التعويم الجينيه كان أكبر خطأ. مقعت فيه مصر. رأى تصور ان هو دخل. قد تقدم مثلا قرعة ديال الزيت ولا قرعة ديال المانتا داخل. رأى مقيدة واحد تامان. قد يتخلص كدقارة ديال الزيت تامان. ديال البلاسة. داك الوقتها ديال الزيت تامان. رأى 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 مو رأى مشكلة. اخوة الله يحفظنا البلاد يا ربي والله. الله يسهل عليهم تاوما يا ربي. يا الله اذكرناكم بالخير. ما يا فوزايا قبل عشرين الف جنة وعقا معايا. ولا لا عشان ان نصمت. يا مكبتوع له والدارت. عشرين الف جني. شحال اخوة جيت عشرين الف جني ديال الجمعية ديال دارت. كل شيء هي عشرين الف جنيه. او. سالاف وخمسمائة درم. او. عشرين الف جنيه ديال دارت. حالي. ايه ولا يا فارع الصب. اقابلك مني يا سيد. رحونا عريقابة معناك. تكرع الله لا روح. ابيعادة بليج واحد وخلطي السيد ارزاقها. ايه يا اما. ما تعلي الصدق ياولي. احسن ما تديكي مية ألم على وشي. لا باين ما عرف ماش. كل واحد اخد مية ألم على وش. لما حريبتي يتكلم. رجاء هتنزلين الصب. ما تدريك يا أما. انت على وش ش vi صغير ما فهمني. وش هو قيت تتحمق يا اممي. على شمال الفا قيت تتحمق. وده ما مفهمتش دليش ش نوج لهم والتى. عقل شي يقول. صبر. وانت كنت تتلعب هنا. حلوة او كده. يلا يا ماما. تستغني مع ولاده دوغري السكن دايزين. الامة في القدرة صدرة. واحنا راجعين الثاني انتو تلمتو احلى صباح عليك وبص انا هرود يلا يا عيال قتشي ده معي وشي لي الحومق جيب دك اخوني عدو الزكت زقيتك اهلا امشي اهي غدا عدو يا راجل يا موقوس هيا الفوزية تلمو علي بسبب الجمعية وانت عدك كل رمان او انا اولايا اروح لوحدي منهم تلك ما تروحيش عيالها هيضربوك واخوك اليوش هما بيكلمناش عايز انا اروح ان هوامتي نعمل ايه نتضاري بينات خلي بقى يا اوغي الزم انت من حتاليك بقولك ايه يا اصطرين حزيم اوغي الزمك دايب ابويا هو في ايه بالزبط يا اولي هو انا طالي ابنانا لما راح اجيبيه ابن طاليك انا مش ناساك انتو اللي اتنين اهي عيش معايا خليك انت كده ابو ايش انا اعرف اجيبك بلوسي الجمعي الكلام خالصة خلي بس اولا استعدل الله تعالي كل صباح الرضا يا اخويا يا لوشا انا واعف مشكلة كبيرة ممكن اتكلم معك احنا شوى احليك اخلي لوشا اوه اخلي لوشا اوه اخلي لوشا داي ما اوغ انا الكلام ده مش هيجي معايا وخالص هنا اخلي بيلا انا معايا مكامكي معوغ اوه اوه اتكلم مع اعادي برا اعيز اعلي اخويا يا لوشا ولاد فوزي لا حولة ولا قوة الا بالله الحمد والله مليون مازال باشي وغف اعني اتفجح في السيدة زنا بكلها انا عايزك تجي معايا مش قد الجمعيات ما تعملهاش المشكلة ان ابوكي وامك موسشيني عليك بس انت مش معطارة ميت مرة اقولك الستي ست والراجل رافي ازاي ترحي هناك يعني الوحدك متطروف الجمعياتي اغم مرض في حياتي يا ربقتي انت ببعتشي اغم مرض في حياتي خمس بلافلات صغيرين اهي الخامسة دول بخمسة جيني دي بجيني يا سيسي ده هاي بجيني الله يبارك لك اسيس انت دمرت البلد صافي شبكات غاعد شبك في مياه صار صافي الراتب بتاعه هو رايس تقسم بالله راتب تلات تلاف جنيه تلات تلاف تلاف جنيه ينيه الف درم ينيه الاربع تفرار بيندفع منهم كم اخوان ده بقدرشي واحد مشان كومنطريق وييالله جمرك غالط في الحساب اخوان اباش نعرف واحد القادية اراه دابال جوني المسري رايه مرتبط بالدولار غاعد هاي blonde غاعدين ايهبط هام سيزدك لاني أحبار نصور لي ويمون وكذلك tapped Wonder نهيار كلي للاقتصاد المصري والعملة المصرية التضخم في مصر يزيد بالساعة هالي قلنا الاخوان التضخم الاخوان راكيت زاد بالساعة ما هتفهم هالي انت بتبقى واقف جوه السوبر ماركت بيجيب جبنة رومي فيقولولك معلش زادت دلوقتي قبل ما تدفع يعني انت يتحط على الستيكر بتاعك مثلا 80 جنيه فتيجي تدفع اقولك لا احنا عزيم مية اصلاها زادت فالي قلت لكم هالي اخوان را اشي اللي دابا حاليا واقع يا دابا انا محدي كان دوي را ارا يقدر يبالك هذاك الشي را صافي را طلع را بط را تضخم اللي بيقل الحديث البيض الفراخ السكر تزيد بشكل شبه يومي وتكلفة البناء الله يصر اخوة التعويم وساب وهتشي ولك يتسنى المغرب يلقوا منها بالتعويم الكلي وطبعا مع كتنا دي الكريديات دي البنك الدولي وكده را 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 غا يفرض عليك التعويم الله يحفظها دي البلاد وصافيه والله يا رب احنا طلعنا مش فاهمين احنا عملين اتخاني مع اسيوبيا على سد النهضة تحت ده الشغل فوق خدوا الخبر ده مني وهنتكلم فيه بعدين انتوا عارفين طبعا ان فيه مشروع اسمه الاستمطار يعني ايه الاستمطار يعني ييجي مثلا فوق مديت ناصر كده ويقوم طالع للمطر ميديله حاجة اسمها يديد الفضة يقوم للسحاب والليه يقوم السحاب ينزل مطر خلي بالك بقى من حت اللي جاية دي السحاب المطر بقيت سرق ازاي قال لك ايها السحابة وهي جايلك في السكة كده انا مبهزرش بس ببسط لكم الموضوع وهي دخل عليك البلد اللي قبل منك تقوم مفضيها واخد منها الميا تجيلك فضية ففعلا اخوان رو شكينا هاد القضية وليش حل محت كيسمها هاد القضية كيبدي يضحك اه ولا ولا ده مصاري قضية للغيوم يدوك الغيوم احنا رأى واحد واحد الغيوم احتيح لشفين كتصبها في البحر راه راه كاريتا الاخوان راه كاريتا اننا وحنا في شهر جوجه عصاب يكلب نصكم راه موصايبة تواحد الوقت ما كانت كتصب الشاق كان على الاقل كتشوف البرد مشيني كتشوف الزراع راه بدكية نوض الرباية خضورة الاقل كايم حتى شوية البرد فاهم شي راه شهر جوجه تبخارشين دراري مكون شي مصيف لا الهي الله الله لا الهي الله الله مش راح جديد لحلقة النقطة الصادية المصرية مش هذا اللي قالك محمد صلاح يعطاني عشرين في المية من الصالير دير وفي ليفيربول قال كده اخوتي واحد رئيس دي الحزب قالك تيقصارح انه نحوله عشرين في المية من الرواشيب دي لقاع المصري اللي ساكنين برا مصر اللي ساعدونه وده يعاونونه حقيقي سواه لاجش محمد صلاح بغت جنسية بريطانية الشحنين برا إنه ما قالي واحد خارج البلاد مش يطرف على رسو غير صرف على البلاد الساعدة يضرا أن البلاد ايهييييي أيهييي قولنا لا Hurلم رأيدي كنفات القاعدلة وشك تؤيده انه واحد خارج البلاد يعطي 20% من الصالح او البلاد يقدر يكون تضعر بالرأي في المسألة مارك 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 ان فرنس مارك اسفاني مارك اسفاني اسفاني نسوده بالنفس اللي عايشين شما وشد اتمين البياسا اسفاني 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 بولوني ديام فرنس بعد ذلك نحن نفهم للمغرب او الفرنس نفس النفس السلع المغرب تليجع فرنسا خمسه اووروك ول 不是 mientras كان متسد差不多 مغرب سťفاني اسفاني اسفاني ما عارت شاهJam الناس اللي عاستين مكانا ما لغا ديقول لنا الاخوان مقارنة مع الاسعار دي للمغرب其实 الخيصة ولا غالية دا دي فئة الميت جنيه تعال جبنا ايه بالميت جنيه دي عالصباح علبة فول بعشرين طبعا انتو شايفين مستوى الفول مية ازاي دول كده بستاشر جنيه عشان الناس اللي بتقول فوله طعمية فوله طعمية بستاشر جنيه الطعمية دول علبة جبنة بعشرين بعشرين لانشو المفاجأة الكبيرة بعشان الناس اللي بتقول للعيش عشرة رغفة بخمستاشر جنيه انتو بص الرغفة عاملة ازاي 100 زينيه مغربية حال زيت 32 درم حاليا درم درغفة العيش يعني درغفة بقني ونص ودبا سوف اسمع 30 درم وقدرتها ربما تجي 100 درم انا كنا نضع لابلاد لحد الادنى القزور دياله 1000 درم 1000 درم فوله طعمية يعني ارخص اكل عندهم ده كده وإحنا كده خلصنا المجنيه طب يبقى ياريت فيه مراعية في الاكل لا ده حتى الفول ما يتكلش يعني غلو والاكل ما يتكلش حالا لا قوزي الله بالله تستجي من ايه اسألك سؤال واحد بس دولة لها برلمان ولها مؤسسات عسكرية مؤسسات عمنية خارجية وداخلية ولها 20 وزارة حالها يا باب الوضع يدوت وبالشكل ده الزيوت بالله عليه قبل ما يحصل انتخابات لرئيس الجمهورية كان عندنا سكر يكفينا وكان عندنا رز وكنا بنصدره ايه اللي حصل راح فيين وجه من اين عايزين نفهم نتفرج على التلفزيون نلاقي مصر فينا ننزل في الشارع نلاقيها بنت عم الصومال بالله عليك قول لي ايه اللي حصل وايه الحل الناس اللي فوق اللي راحين يحتفلوا لمؤاخذة راحين يحتفلوا جايبين 38 وف يصرفوا عليهم 25 مليون جنيه والمواطن الفقير مش لاقي كيلو الرز في الشارع هل ده ايه ده ربنا ده ربنا يوم الايامة هيجيب الناس والأين ملوك الارض وحكامها لمن الملك اليوم عشان الناس اللي مش لايهوا الناس التعبانة وطلعين في التلفزيون مصر بتنهض مصر بتروح ومصر بتيجي وعملك نرمي الفلوس بمشاريع قومية ملهاش لازمة وإحنا التعليم عندنا متدني لأدفل لأدفل ممات هتخيل إزاي يبقى عندي لمؤاخذة بني آدم مش متعلم خديقي إه أنا خديقي تكتب سبني بس أكمل إزاي يبقى عندي لمؤاخذة بني آدم مش متعلم وجعان وجعان وصحته تعبانة ودي له وعمل له مشاريع قومية زي دي هيدخن بيها في الحيطة أول هام ثلاث حاجات عشان البلد تنهض تعليم وسحة وزراعة البلد دي لو المواطن ليه الثلاث حاجات دول أقسم لك بالله ما يقدر عليه غير ربنا إحنا من بيت سنة بس اليابان جات تدرس النهضة المصرية حرام مصر يتعامل فيها كده حرام مصر يتعامل فيها كده بالله عليك دي مصر دي مصر دي مصر يا جدان اللي كانت مسلفة بريطانيا تاني دولة في العالم عملت خط سكة حديد يبقى حالها كده مصر اللي كان الاحتياطي النقد بتاعها أخط أكبر احتياطي نقد في العالم يوصل الحال بها كده مصر اللي كان تحت إمريضها تشاد والسودان والسعودية حب الدول من الخليج بيتحكوا علينا وبيتطريقوا علينا بقولوا احنا بصوا لأدوار ما بصوا لأدوارنا ضد مصر وبصوا لأبنديكم وبنعملكم اللي كانت تشريفا لنا من سبعين سنة كسوة الكعبة بتطلع من مصر مراجل الله يتلخص حال دي المصر بجوش كلمات الله يتلخص تبارك الله هل تأليك بمصر هل تأليك بمكانة مصر ما بيش حتى ألفه على مصر ولا بيحب مصر يقول لا حرام ما يرديش ربنا شوية دكار كنت منه يا رب بيمي كونترالي هوار كنت منه يا رب الازمة الاقتصادية اللي بنعيشها دي السبب فيها هو السيسي ونظامه اللي رهنوا البلد للديون واللي تضعفت في عهده بعد ما كان مستلم البلد وهي 43 مليار دولار عشان توصل النهاردة 165 مليار دولار وده الرقم الرسم لأنه خبرات كتير أكدوا أن الرقم الحقيقي أكبر من كده بكتير بسبب فاتورة الفوايد بتاعت الديون المرتفعة اللي السيسي مش قادر يجريها وبيبيع أصول البلد عشانها السيسي ورطنا في الديون دي من أول ما وصل للسلطة بسبب عقليته الاقتصادية الفزة اللي بتعتمد على البركة مش على درسات الجدوة فالراجل قالك أنا عشان أنهض بالبلد فهعمل مشاريع عملاقة كلها تتركز حوالين الطرق والكبار والعاصمة الإدارية والأصور الرئاسية ما هو ما ينفعش ييجي حد أجنبي مثلا يزور مصر ما يليش عندنا أصور رئاسية وأكبر جامع وأفخم نجف صدر تمويل كبيرة لأنها مشاريع عملاقة وهتتكلف مليارات الدولارات في البداية بدأ بمشروع تفريع قناة السويسي الجديدة هو أنا عندي سؤال سؤال بجد أنا أمر أتكلم في الموضوع ده وإحنا رحيين لحد فين يعني إحنا رحيين لحد فين بجد لما إزاست زيت الزتون دي الصغير دي دي سعرها 1205-95 إرش 1205-95 إرش تمام؟ يعني 1206 إيه بقى بجد هو إلا فاضل يعني أنا 392 درم قرادية الزيت مغربية 392 درم تكتشد ألف درم قرادية الزيت تأخده مقود 400 درم عشب قالك أنا سأتت مطمئة من كل زيوت والزبدة يعني أكل بإيه بمية ولا مليد سيبكم مني خالص أنا مش مهم أنا بأتكلم في حاجة لرجيريس مش عايزاه أه إخوان شوال الحلقة برعاية مصر و جناه المصري هالتعويم يلقدرناه فين غانو بصله هالتعويم الأخوان لا نحن ساري tengaacies احال ما وجدهنا ظهره مع جزياره حيت كل الناس يا هو الم المنحن ذهن الاسبوع بعد يوبه الاسبوع اللي بعدها انا جبتها بخمسة وتمانين جين. الاسبوع ده ودي الوقت حالة من جبتها بمجين. ليه؟ هي بقت عملة يعني هي بقت عملة وبتزيد مع العملة كيلو اتنين كيلو بتنجام تلاتين جين. كيلو بصل. المصنن الوحيد اللي رخص بخمسة وعشرين جيني. وكيلو خيار وكلو فلفل بتلاتين جين. سين شيلو. طبعا. ده بالمشكلة اخوان اما كانت تسمع شغير مصر مثلا المغرب. يعني منذ زيفة. وترى العالم كامل. العالم كامل. رم نهار داس دقي الأعوام دي كالكاريتة. كل شيء تخربك. من الفين وتساطعاش كل شيء تخربك. لا يمكن أن تفهم سنواء أو لا يمكن أن تفهم سيهاز لماذا تضحك؟ هذا الذي يصورك يضحك مالوان لماذا تضحك؟ لا يحسن العوان لا يا رب يرفع البالة على الأخوة دينا في مصر يا رب يارب ترجع الأسعار خلافرتيح لدى المسلم اشتركوا في القناة خاصة الخضر الأكثر استهلاكا كالتماطم المهنيون يربطون هذا التراجع بعدد من الأسباب من سوق الجملة للخضر والفواكه بإنزقان نتابعوا ربورتاج لحيجب تامك وحمز السايح أطنان من الخضر والفواكه يستقبلها يوميا سوق الجملة بإنزقان قادمة من مختلف المناطق الزراعية بجهة سوس ماسا وهذه الأيام يسجل انخفاضا في أسعار بعض أنواع الخضر ومرد ذلك حسب المهنيين إلى التقلبة المناخية التخفيف من نسبة التصميم يلا الإخوان يلا 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 دينو ماطعش الفريغو دلو لك شي كونج لك ليك ذات فرمدارة ما تعرف شنو الحكومة ان شاء الله البيض والجيج والمعظو التاو نحن باقين فيها باقى باقى الخضراء كتلاح على الإخوان في أوروبا اسبانيا وفرانسا قال لي بخودوي اللي عندهم من بر بلادهم كلهم تحيدون يعني يقدع فيهم البلاد دينهم لا تصدر يعني اقتصاد دين البلاد يأكل شوية الشحط من ناحية الإيجابية الشعب دابا يأكل خير دياله بخير ولا خير وبتمان مناسب ضروري لأي حاجة عنده إيجابية و سلبية بخير هادي بحال تقول الشيخة مهم بحال دياله نحن هادي ليبيا الإخوان تشدات تشدوها في ليبيا حيث قلت لي غرنت واحد أغني و قلت لي بصاحب لي يجيني لداري تشدوها بخير بحال دائج جدا متشعر كتاب صغير هل تقول يا اخوي دريجة اننا احنا صعبة تسمع تلك الأغنية هادي تفهم هادي تتفهم كتاب صغير تشدوها بخير كتاب صغير لماذا يسأل معينا نقد الخلفية أية القرآن كينا أية القرآن كينا تماما وشي غنيه ما عندهم مدارة أحد المرة قلت بانتهم ضاد معي وقلت بانتهم ضاد معي لعباء وقلت له الله لأنه كنا كنا معهم بطرف الخبز لماذا أدعون ضاد معهم وقلت بانتهم 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 كم شئ لدرشية مشاكل لأنني قمت بتناني أسبوع ويحب محبوب سيلي القناة أتمنى أنه لم أجب لي وقلت بانتهم من أجل ونبال إ Sauber وقلت بانتهم من أجل وخبرت أجل لهم ونشرح لهم في باسي ونبقى كتابي لك وقلت عن 50 مليون وحبت عنك لقد قلت بانتهم قلت لله قلت بانتهم من 50 مليون لماذا تضيع ؟ والتي تبيعي يا رب الله يتار هذه البطولة لدينا علىها لا يحسن أعوان تقصمنا بالله هذا ينفرضه واحد القاضية لو كان الناس سياري قامت تعتاقل لم يتوقعه وش يخرج الناهر يعني رماخة فيه كان أعدم المعاناة التي يعني تقصت البطولة رأى ليلا هالله رمقدت بطولة هذي يا رأى أو لم تسلسسة محيني يعني شوفوا كرة في المغرب كيف تسير لا ربعة شحال غادي يبقى يومين سيمانا شهر ماشي مشكلة تلاشت السيمانا شميش عجلك شي دايز ساهل باش كشب عليها ماشيش عنده للطب لا حول ولا قوة إلا بالله أي واحدة مغاد يقولك ما يقدرش يا صحبي ما يقدرش رؤساء عندهم نفوت ما بقيش يشمه في المغرب صعف تعالي صعف التك توك كامل كامل بحل الحمق لا يوجد صوت اشتحاو كاكو صعف فعلا وليسوا كذبانوا حماق كلام الوازير كنت نسلنا فيه مدة سانوات مدة سانوات وأنا نتكلم ونقول وقتات السلطة يدقلوا باش يحبسوا هذا الفوضى فعلا وضعوا بشكل مئة مجددا انا وصلوا للجوش انا سبب خسرتها تمت حاجة برى الصندوق في أجواء جنائزية خرج المنتخب الوطني من الباب الديق أمام منتخب موريطانيا خسرنا مع موريطانيا ينز لم يسبق له أن فاز بأي مباراة في نهائية كأس إفريقيا عيبا أن تفوز عليك موريطانيا كارتة في كرة القادمة الجزائرية راح يكون صدحة كبراء لأنه إقصاء من كأس إفريقيا في دور الأول الإقصاء لم يكن رياضيا كانت هناك أمور غير رياضية تحكمت في ذلك ها هو مصري ها هو أخونا قلت له يا جمال حقار ها هو أخونا قلت له يا جمال حقار أعيب عليك وعليش كده وادي ها هو أصلي قاله إسرائيل هي السبب قلت له إسراء وأحدث خطيرها خطيرة جدا الجزائر رأي معربة إلى مؤامرة لا يجب أن نعرفه يا ناس تعرف يا جمهور قلت له تعرضنا لمؤامرة دانية مؤامرة يعني شنيعة من أجل تكسير الجزائر ضد الفرق الوطني ليس فقط ضد المنتخب الوطني وفريقين ضد الكورة الجزائرية هو دي بينه هو دي إسرائيل والناس ما عبيش تفهم قلت له تعرضنا لمؤامرة تغييرات ما كناش والتحدي البداني ما كناش والله تكرنا نتضروكم الفين وخمسة وعشرين ومرحبا بكم تم الأشيقة أنا واحد بعدها عندكم أوطل على أحسابي في العيون كامل كلمة كلمتي زيب لا ما أقول لكم بالحق في السطاح أنا فتعلش في السطاح كطير وضغي كطير أنا أريدكم أصوار من أرض الواقع ده النيل أصبح برك يا جماعة أخوان المصريين الأنيل دمع عصب الحياة بالنسبة لأخواننا في جمهورية نصر الشقيقة لماذا السكوش والله وإذا أصاب الجفاف نهر النيل فهو مؤشر أيضا لإصابة الجفاف لتوأمه الآخر نهر الفرات في العراق فكلاهما من أنهار الجنة المباركة وخراب مصر من انقطاع نهر النيل وجفافه قال وهبو ابن منبه خراب مصر من انقطاع النيل واختلاف الجيوش فيها لا يسترق يا أخوة والله أحفظ خوتنا في مصر والله أحفظ وصف ما تقول لنا؟ تزير على شكي عيرونا؟ عشكي عيرونا تزير؟ تزير كي عيرونا؟ شكي عيرونا؟ جزائر؟ شكي عيرو عماتي؟ عيرو عماتي؟ عشكي دعا حمالي يخسرنا واشمشو فينا البارك؟ ورعا رعا صحاب كورا يضحكو على أماتي كيفاش يضحكو على أماتي؟ عشكو عاماته؟ نعم يجب انت متعربوا دعا هذا شخص تقول لنا؟ لا اتبعوه ها؟ ما تقول لنا؟ ما سيكوه سنطا قطر؟ لا سنطا قطر قطر لا قطر قطر افريق لي لا تقوم بأحدة لها من تقول للأطلاق لا تقوم بأحدة لهم وما سيكوه للمغرب و لأي الأخرى ما سيكوه؟ لا تقوم بأحدة لهم ها قطر التفصديق أقد قطرر حالي يجب المثقل مراتي اللي ده باش كون غاية ديه دبا يا ربا انا دلوقتي بتكلم من احدى المنشآت والكبار اللي السيادة الرئيس عمله وكل ده في قرأسنا وجميل وعارفين اللي كل ده بدي عملو عشان بلاتنا حلو بس واعيش ان المواطن يا سيادتك ما يلاقيش ياكل انا لما اتكلمت المرة اللي فاتت انا بتكلم من حرقتي انا باشتكيلة مش انت ابونا مش انت رب الاسرة طبعا نشتكيل مين غير ربنا وزيادتك انت المسؤول عننا والوزراء المفروض لو في حد فاسد يتحبس حد واعيش يتكاه يبعد عن الوزراء ويجي واعيش بفكر جديد يعمل لنا افكار للمواطنين عشان الناس تأكل على الان احنا مش عاوزين حاجة احنا احلامنا بسيطة والله نفسنا نأكل بس 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 مش عاول لك عن اتجوازه ولا نعماله ولا لا انا حاولين فيه جرح حديث وكل ده مفيش مش مهم مش مش كنا ييجي وزير للتواميني يعمل حلول الفساد يتحبس والناس اللي باقي يشعر بتتكلم وصافة ده والحل اللي بقى عندهم يا اخوة يخرج فيديو وشد نديني الحبس الديني الحبس الاقرغ ان اكون في الحبس فابور انتين ده والحل اللي بقى ليه اشتركوا في القناة